يعني كان متكلم في كل أمور الأحلام تقريباً وحاول أن نجمعها كلها وبارك الله في تلاميذها اللي جمعونها المعلومات تنقلوها لنا وإلا كان دفنت معاه لحيان إخواني وأخواتي مثل ما شفتوا أهوال يوم القيامة نراها في الأحلام قليل ما تسمع عن شخص ما حلم فيها قليل ما تسمع عن شخص مهتم فيها قليل ما تسمع عن شخص درس فيها حتى أن نزلت فيها مئات بالألاف الشرائط والفيديوهات وفي اليوتيوب والوسائل للتواصل الاجتماعي اللي تتكلم عن هذا اليوم القصد يا جماعة الخير ليس كل ما أرى يوم القيامة في حلمي أو العلامات التي تسبق يوم القيامة طبعاً يأجوج ومأجوج أنا راح أقليلهم حلقة لحالهم قوم يأجوج ومأجوج راح يترك لهم حلقة كاملة فقط للناس اللي يشوفوا يأجوج يأجوج ومأجوج اللي يقول لك شفتهم يركضوا فوق البنايات واللي يقول لك شفتهم يمشوا بين السيارات واللي يقول لك شفتهم يطلع من الأرض هذه حلقة خاصة فيهم تكلم عنهم كيف هذه الجماعة صار فيهم كيف وصلوا للظلم كيف وجد السد أو الردم بينهم وبين الناس الآخرين بوسط ذو القرنين عليه السلام القصد والمقصود يا أخواني إن يوم القيامة إذا أنا رأيت نفسي في يوم القيامة هو اليوم القيامة لا أروح على مفسر أحلام أو أحد من الناس أقول له لقد رأيت يوم القيامة سوف أموت سوف كذا سوف يحصل كذا لا أول شيء أعرف أنا أين كنت في هذا الحلم هل كنت مشاهد هل كنت بين الناس هل كنت ألبس ملابس أدق التفاصيل تختلف معك الحلم كامل يختلف الحلم كامل من أدق التفاصيل هل كان في فوق ظل هل كان في حولي عذاب هل كان في حولي رحمة هل شوفوا لأي درجة هل كان قلبي مطمئن ترى إذا كان قلبي مطمئن فمن الذي يطمئن قلبه يوم القيامة المؤمنون يجوا فرحانين هذا اليوم الذي كانوا به يوعدون هذا اليوم الذي يثبت الحق من الباطل هذا اليوم الذي يظهر به الحق ويظهر الباطل طب ناخذ بعض العلامات قبل ما نتقل البرنامج ناخذ بغية البرنامج والفقرات اللي فيه مثلا إذا رأيت إذا رأيت نفسي مثلا هذا غير ابن سيرين غير اللي تكان في التقرير قبل شوية مثلا إذا رأيت نفسي أرى الناس يركضون في الشوارع وينادون القيامة القيامة وأنا مطمئن هنا إخواني وأخواتي دائما افصل نفسك من الحلم هو أمر تراه في ناس آخرين أمر تراه في ناس آخرين هذال الناس إذا كانوا في حالة هلع ودمار وخوف فذلك الله يريك من عجائبه فيها والقوم إذا هؤلاء الناس كانوا في خير وفرح فهذا دليل بأن هذا المكان هذا المنطقة اللي أنت فيها الذي أنت فيها منطقة صالحة منطقة فيها عباد مؤمنين إذا رأيت كما شفنا قبل شوي الأموات يخرجون من القبور كلهم كلهم جميعا يخرجون من القبور ويقفون مع بعضهم فذلك دلالة إخواني وأخواتي بأن هذه الناس اللي شفتم إذا كنت تعرفهم تتغير حياتهم بشكل عام كل شخص رأيته تعرفه تتغير حياته فإن لم تعرفه طب إذا أنت عرفتها تغير حياته إذا كان عزب يتزوج إذا كانت بنت عليها مشاكل تحل إذا كان رجل مريض إن شاء الله يشفى الأشخاص إذا عرفتم إذا ما عرفتم شو الوضع شو القصة إذا رأيت القبور تفتح فهي الدار وهي الحياة فإذا رأيت غرباء يخرجون لا تعرفهم فهي أعمالك هذه أعمالك أنت كيف حالهم هل حالهم حسن هل هم بخير خروجهم هل هم فريحين مسرورين أم هم خارجين من القبور ضائقين كارهين عشتهم كارهين حياتهم كارهين وجودهم يعني نادمين على ما فعلوا هنا ملات هذه أعمالك وبعدد القبور تحسب الأعمال كل ما زال أدل الناس كل ما كانت أعمالك هذه فيها بلاء أو فيها صعوبة أو فيها ما إلى ذلك يا جماعة الخير يوم القيامة ليس كما نظن أنه القيامة سوف تقوم بعد يوم أو يوما يوم القيامة إما عودة حق وإما سفر وإما انتقال من مكان إلى مكان وإما تحقيق أمنية وإما أن يريك الله سبحانه وتعالى مكانك عنده وذلك موضوعا سوف تقوم بعد